لنا الأخصائية النفسية الدكتورة نوفل قنيبط أهلا وسهلا فيك معنا في نشرة التاسعة دكتورة بداية ما هي أبرز الأسباب التي قد تدفع شخص ما للتفكير في الانتحار مساء الخير جميعا يعطيكم العافية الأسباب التي تدعي الإنسان للانتحار وجود لا هدف للحياة أو لا وجود لها طعام أنه يحس نفسه أنه تحصيل حاصل حياته ويوجود أن الحياة لا ينسلها أي هدف أو وجوده زي عدمه في هذه الحياة أنه حياته الآن صارت على الهامش وأن حياته فقط تعبيتها أو وجوده في هذه الحياة زي تحصيل حاصل وأنه غير مهم في هذه الحياة لا أقل ولا أكثر فأنه إنهاء حياته سيسبب له السعادة والفرح وأن هذا الإنهاء سيريحه من مشاكل كثيرة وينغنيه عن وجوده عن كثير من المشاكل طيب مثل ما تابعنا في بيانات منظمة الصحة العالمية أنه نسبة الانتحار ليست بسيطة هل نسب الانتحار عالميا في تزايد أو في تناقص دكتورة؟ ولماذا برأيك؟ للأسف الشديد الكلام صحيح الأعداد كلمة لها تتزايد وطبعا في الأماكن الفقيرة أكثر من الأماكن الغنية وكمان مشكلتها الإزدياد لأسباب عديدة مو بس لأسباب المادية ولكن المنافسة عندنا المنافسة صايرة على أشياء كثيرة منها التحصيل المادي والتحصيل العلمي وكمان عندنا التحصيل العملي التحصيل العملي المنافسة الكثير قوية وعدم القدرة لبعض الأفراد على الإرضاء يعني مثلا زي ما قلت حضرتك قبل شوي أن ممثلة دليدة وصلت لقمة الشهرة فلم تجد المتعة في حياتها لإتمامها فقررت تنهي حياتها لأن حياتها لم تجد المتعة فيها مع أنه حصلت على كل شيء في هذه الحياة حصلت على الشهرة والمال وكل شيء في حياته زي كمان الممثل الأمريكي حصل على كل شيء في حياته فوجد نفسه فارغ اليدين لم يجد كمان الامتداد لحياته أكثر ونفس الشيء الرئيس الماني لم يجد كمان السعادة في حياته بعدما احتل أجزاء كثيرة من العالم فقرر أن ينهي حياته فهذه الشخصيات بالأخير قرروا أنه لما ما وجدوا انتداد للسعادة وللفرح في حياتهم قرروا انهاء حياتهم وهي سبب هذا الانتحار دكتورة أخيرا وباختصار إذا سمحت لي كيف يمكن الحد من حالات الانتحار هل هناك طرق هل هناك وسائل ربما يمكن اتباعها للحد من هذا الأمر الهدف الأساسي للحد من الانتحار الرضع والقناعة اللي يكون الإنسان وصول لها دائما فيها القناعة والرضى للوصول للأهداف نفسها الإنسان يكون عنده قناعة ورضى في وصول الأهداف وثاني حاجة يكون الإنسان نرجوله على الأرض والمجتمعيا أن يكون الأهداف واضحة وصريحة أنه دائما القبول القبول بالأهداف اللي أنت وصلت لها وتكون دائما عندك راحة مجتمعية أنه وجود الأهداف وتكون واقعية مو لازم الواحد يوصل الأهداف كاملة ومو لازم الكمال يكون لأن الكمال لله سبحانه وتعالى مهما توصل أشياء ما تكون كاملة شكرا جزيلا لك دكتورة نوف القنابة للخصائية النفسية كنت معنا من الرياض على كل هذه المعلومات